في البداية خلينا نفهم من حضرتك السوق إيه تقييمك لتحركه؟ أو لعدم تحركه؟ عدم تحركه؟ هو بقاله فترة طبعاً السوق المصري بقاله فترة كبيرة جداً مفتقل أخبار إيجابية تدفع به الأعلى فبالتالي بقالنا فترة كبيرة جداً بنتحرك كنا تحت مستويات 15 ألف وبعدين الأخبار ضعفت شوية بشوية فبعدلنا ننزل تحت مستويات 14 ألف يظل إلى الآن مستوى 13-1300 يعتبر دعم ولكن يظل من يدفع هذه الفاتورة الكبيرة جداً هم المستثمين الأفراد في الحقيقة غير كده يعني أكتر واحد هو بيدفع نتيجة التراجعات السريعة أحياناً بيبقى فيه تخوفات فتبقى طبعاً سهل جداً السوق يرجع فيها كل ده التقلبات العنيفة اللي كان بتحصل خلال فترة اللي فاتت خاصة أنه كان فيه أزمات دولية وأخبار سيئة من بيبقى فيها مثلاً صين كورونا إلى آخره كان ده نتيجة ضعف السوق مفيش فيه قوة شرائية كان يبقى ينفع يرجع بسوء لأي حد خايف يحصل فيه زعور الناس تبيع نتيجة إن السوق ضعيف يرجع بقى بسهرة يرجع بقى بسرعة يظل بقى مستوى 13 ألف هو اللي كان بيسند السوق ولكن خلال هذه الخمسمائة ستمائة نقطة كان في الحقيقة أكتر حد يتأثر فيها سلباً بشكل واضح جداً وقوي كان المستثمين الأفراد يعني كان هم اللي لا حاولوا على قوة إلا بالله ليهم يعني إنما على صعيب آخر سيدة الفضيلة تعالي ننزل بقى للمؤسسات دايماً يظهر في فترة الأزمات وإلى الآن دي كانت سياسته بنتهجة وأعتقد اللي ده بقى له داخل في أكتر من سنة يظهر وقت الأزمة يقتنس فرصة رائعة جداً تكاد تكون ببلاش أسهم مجانية يعني يلم الترابيزة يلم الترابيزة بالزبط كده ويشيلها البعدين فأنا كنت دايماً أفسرها بأنه ده واحد شايف المستقبل الجاي جداً لأسهم وعارف إن الأخبار اللي جاية في البلد هتبقى عاكيد كويسة إلا ما كانتش تشتري كميات دي كلها طالما عارف إن هي كده كده هتبقى لو الحاجة وحشة هشتريها ليه؟ يعني كنت دايماً بسأل السؤال ده لو الأسهم دي وحشة فعلاً هشتريها ليه؟ إلا إنه هو شايف مستقبل أقوى بكتير إنما اللي بيبص دايماً على الشرطة رمه هو اللي كان بيدفع التامن الأكبر هل هناك تقدير لحجم الخسائر التي تكبدها الأفراد خلال الفترة الأخيرة؟ أرقام مش كبيرة أقل على إذا قسنا للتحركات اللي حضرتك بتتبعها؟ لو أنا هتكلم على الحاجة الموجودة دلوقتي بشكل مبسط جداً أنا أعتقد إنه أصغر حد في الأفراد دلوقتي معدل خسارة وعدل 60% وإحنا طلعي بقى يعني في ناس وصلت أنا واثق إنه في بعض التراجعات اللي فاتت كان في ناس وصلت معدل خسارة لـ 80% خاصة إنه في السايكولوجي كان عند المستثمرين في الفترة دي بقى فاتح مارجي يعني واخد شرب الهامش فمجرد ما تراجع ده معنى إنه بتضعف عليه حجم الدين فلازم الشركة تتدخل تلحق فلوسها فبتضطروا بالبيع الإجباري وده اللي كان إحدى الأسباب اللي كانت أحياناً بتضعط على السوق بتضعط أكتر وأكتر وأكتر إنه في بيع إجباري على السوق طيب إلي بيحصل نتجة إيه؟ إن الأفراد فلوسها بتروح بسرعة شديدة جداً في زمن صغير يعني عشان أفضل أقدر عوض الكلام ده هيبقى محتاج يعني وقت كبير جد نحن في انتظار خبر ما يعني أنا كنت دلوقتي هتا عندي تعبيري عن البرصة مصريحة لأصبحت كالجزيرة المعزولة لوحدها كده تمستني خبر قوي على عين البرصة مباشرة أعتقد ده يبقى دور الحكومة قد يكون خبر زي إيه؟ يعني هل كلمة السر التروحات مرة أخرى ولا الصفقة الكبيرة اللي بنتكلم عليها بخصوص فودافون إيه الخطوة اللي ممكن تهز السوق بشكل إيجابي؟ أنا أعتقد سريعاً قد يكون ملف ضربة الدمغة يعني ده اللي موجود دلوقتي اللي يمكن يظهر سريعاً ويقدر ينعش السوق بسرعة يقدر ينعش السوق بسرعة لأنه هيخف على كهل المستثمرين الأفراد وهيدي فرصة أمل بسيطة بس لازم يعقبها على طول فوراً أخبار تانية أقوى يعني نفسنا طبعاً نسمع قلون تفعيل قلون التروحات مرة تانية البرنامج ده يرجع عفواً برنامج التروحات يرجع مرة تانية على الساحة ونرجع مرة تانية نشوف الدنيا أنا مستنين طبعاً بانك القاهرة يعني هو ده العروسة اللي هتبتدي تنزل بكورة التروحات اللي هتكون بس فيه نقطة مهمة جداً لما تيجي تقول أنا هنزل الشهر الجاي وبعدين تقول لا خلاص الربع اللي بعده وبعدين يبقى في أول السنة القادمة فبالتالي لما تيجي تؤعلن احتمال ننزل الشهر اللي بعده خلاص أنا مش متواقع الناس بتفقد الحماسة بالزبط فبالتالي أنا منتظر حاجة مهمة جداً أعتقد أن أقواهم هو ملف ضريبة الدمغة إذا ده فعلاً فرق وخفوا لضريبة أو انتلغت أو توقفت لفترة تانية المصود قريب هتحسن والله إحنا برضو سمعنا مع دين يا ترى هل هيتنفذ ولا برضو هتتم تأجيلها ولكن أنا أعتقد أنه إذا فعلاً تم يعني تخفضها أو إلغاءها خالص ده معناه أنه هيدي فرصة قوية جداً للمستثمرين خاصة أنه كانت البورصة في حد ذاتها عملت شيء مهم جداً لفترة اللي فاتت أنها خلت فيه بعض الأسهم بالتلاتة علامات العشراء اللي هو بالماليم زي ما بيقولوها بس ده راح تأثيره في الحقيقة نتيجة أن أنت ضاغط على المستثمرين بفيه عنده عمولات كتيرة جداً بيدفعها ترشيل بقى منه واحد ونصف الألف رايح جاي هتديله بقى فرصة هذه الأسهم هتنشط سريعاً فبالتالي أنت بتدي فرصة بقى ده يحصل أتمنى بقى على سعيد آخر أن ملف البورصة كله يتحط تحت عنين الحكومة إذا ده حصل أنا أعتقد أنه يبقى فيه طفرة فيها كبيرة جداً